بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم معكم المعلماء العنود الاعتابي معلمة الصف الأول متوسط معنا اليوم معلمة لغة الإشارة الأستاذة سميرة بن حميد بإذن الله اليوم سنكمل الحديث عن تركيب المادة النماذج الذرية طرحت عليكم سؤال في الحصة الماضية كان في صفحة 106 السؤال الأول أذكر خمسة أمثلة على المادة افتح دفتر العلوم وانظر ماذا كتبت من الأمثلة عليها الصخور التربة الهواء الماء المعادن والحيوانات أيضا تكملت للسؤال أذكر خمسة أمثلة على أشياء ليست مادة أحسنتم الأفكار المشاعر ممتاز الضوء الحرارة الموجات الصوت إذن المادة الصخور التربة الهواء الماء المعادن الحيوانات وأيضا أشياء ليست مادة نعيد الأفكار ممتاز المشاعر الضوء الحرارة والموجات والصوت رائعين ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ تكلمنا عن المادة وقلنا هي أي شيء له كتلة ويشغل حيز أحسنتم أيضا تكلمنا عن الذرة ما هي الذرة يا طلابي؟ إنها ممتاز أصغر جزء من المادة أيضا تكلمنا عن قانون حفظ المادة ما هو؟ هو المادة التي لا تفنى ولا تستحدث إنما تتحول من شكل إلى شكل آخر رائعين بإذن الله اليوم سنتحدث عن النماذج الذرية الأهداف تتعرف على مكونات الذرة تقارن بين النماذج الذرية المختلفة تتعرف على مكونات الذرة وتقارن بين النماذج الذرية المختلفة ما أهميتها يا طلابي؟ تكون المادة جميع الأشياء التي نراها وأشياء أخرى كثيرة لا نراها ماذا أخذنا من مفردات سابقة؟ لنسترجع معا يا طلابي أحسنتهم الكثافة هي الكتلة على وحدة الحجوم أيضا تكلمنا عن الذرة وتكلمنا عن قانون حفظ المادة بإذن الله اليوم سنتعرف على النواة الإلكترون البروتون والنيترون إذن الآن يا طلابي سنتحدث عن تجربة بعنوان البحث عن شيء غير مرئي لديك في الكتاب في صفحة 104 ما هو الهدف من التجربة يا طلابي؟ يتعلم كيف يدرس العلماء الذرة إذن سنتعلم كيف درس علماؤنا الذرة عن طريق ماذا يا طلابي؟ عن طريق معرفة أنواع الأجسام وأعدادها في صندوق مغلق ما هي خطوات التجربة؟ لو أعطاك مهلمك صندوق مغلق يحوي أشياء حاول أن تحدد عدد الأشياء الموجودة داخل الصندوق لنطبق معا لدينا هنا صندوق مغلق اسمع الصوت وحاول أن تحدد ما هي الأشياء الموجودة وماذا تتوقع أن يكون موجود في داخل الصندوق لنحركه قليلا وركز هل استطعت تحديد الأشياء الموجودة داخل الصندوق؟ وماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع أن تكون؟ أترى ماذا يوجد داخل الصندوق وهو مغلق؟ بالطبيعي يا طلابي لا نرى كيف ستعرف ماذا يوجد في الصندوق قبل فتح الصندوق؟ كيف ستعرف؟ حسناً إذا توقعت ما عدد الأشياء الموجودة داخل الصندوق؟ ثلاثة؟ أربعة؟ كم عددها؟ إذن ما عدد الأشياء التي استنتجتها مما هو موجود داخل الصندوق؟ كم عددها؟ توقع كم عددها؟ حاول أن ترسم شكلها إذا أنت توقعت ما هي أساساً وأيضاً تحددها حسناً لنفتح الآن الصندوق يا طلابي لنرى الآن ماذا يوجد داخل الصندوق أتوقعت أن يكون هناك مقص؟ حسناً هل استطعت أن ترسم المقص قبل قليل؟ أتوقعت أن يكون هناك مصطرة؟ لنرى الآن هل توقعت أن يكون هناك ورق للملاحظات؟ أو ممحة؟ أو يا طلابي براية؟ أو مثلاً قطعة نقود؟ أو مشبك للورق؟ إذن أتستطيع الآن تحديد محتويات الصندوق؟ طبعاً بالتأكيد نعم أستطيع الآن ولماذا؟ لماذا كان من الصعب عليك قبل قليل تحديد المواد؟ هل كنت تراها؟ إذن لأن الصندوق كان مغلق ولم نستطيع أن نراها ممتاز أحسنتم؟ لماذا الآن أصبح من السهل عليك تحديد المواد في داخل العلبة أو في داخل الصندوق بعد فتحها؟ للسبب لأنك أصبحت تراها أحسنتم إذن لأننا أستطعنا رؤيتها بعد فتح الصندوق إذن يا طلابي قارنوا بين ما قمت به الآن وما يقوم به العلماء من تجارب ويعملونه من نماذج لمعرفة المزيد عن الذرة كيف سنقارن يا طلابي؟ إن ما قمنا به الآن يشبه عمل العلماء الكيمياء والفيزياء للتوصل إلى مكونات الذرة كذلك يمارس العلماء التجارب ما قمنا به الآن هو تجربة شبيهة بما يقوم به العلماء فيمارس العلماء التجارب لماذا؟ لبناء نموذج للذرة أحسنتم ولكن لا يمكنهم في الواقع رؤية ما بداخلها للتحقق من صحة النموذج الذي قاموا بعمله بدأ البحث عن الذرة من خلال سؤال بدأ البحث عن الذرة من خلال سؤال هل يمكن تقسيم المادة إلى أجزاء؟ هل يمكن تقسيم المادة إلى أجزاء صغيرة غير قابلة للقسمة؟ أو سنتابع القسمة إلى ما لا نهاية أتذكرون مثال الخشب؟ الخشب عندما قمنا بتقطيعه إلى أجزاء طويلة ثم قمنا بنشره إلى أجزاء أصغر ثم أصغر هل سنتابع التقسيم إلى ما لا نهاية؟ أم ستوقف عنده جزء معين؟ اليونان هم أكثر من بحث في هذا الموضوع انقسموا إلى قسمين العالم أرسطو والعالم ديمقراطس العالم ديمقراطس أتذكرونه هذه المعلومة لنتذكرها معاً قال تتكون المادة من ذرات أسماها أتومز وهي كلمة أغريقية تعني غير قابلة للانقسام أيضاً أرسطو القسم الثاني قال تنقسم المادة إلى اللانهاية يعني ينقسم فينقسم فينقسم إذن بعد ذلك استمر نموذج أرسطو تقريباً إلى ألفين عام وكان مؤيدي أرسطو كثيرين إلى أن أتى العالم دالتون من هو العالم دالتون؟ أتعرفون العالم دالتون؟ إنه هذا الشخص لدينا الآن وهو عالم كيميائي بريطاني اسمه جون دالتون ولد في عام 1766 ميلادي بماذا اشتهر؟ اشتهر باكتشافه للنظرية الذرية اشتهر باكتشافه للنظرية الذرية ما هي أفكار دالتون يا طلابي؟ درس دالتون في عام 1800 تجارب لافزوي أتذكرون تجارب لافزوي؟ تكلم عن ماذا لافزوي؟ ممتاز عن قانون حفظ المادة أحسنتم إذن لافزوي تكلم عن قانون حفظ المادة فقام دالتون بأخذ تجارب لافزوي وقام بدراستها من جديد وفكر في تصميم نموذج ذري لشرح نتائج تلك التجارب وفكر في تصميم نموذج ذري لشرح تلك التجارب ما هو نموذج دالتون؟ نموذج دالتون هو نموذج ذري وهو مجموعة من الأفكار وليس نموذجا مادياً إذن هو مجموعة من الأفكار وليس نموذجاً نموذجاً مادياً أتذكرون ما هي أعداد؟ ما هي أنواع النماذج؟ عدد أنواع النماذج أخذناها في الوحدة الأولى ما هي أنواع النماذج؟ عددها يا طلابي تذكروها نعم أحسنتم نموذج فكري نموذج حاسوبي ونموذج مادي نموذج فكري نموذج حاسوبي ونموذج مادي لنرى الآن ما نوع نموذج دالتون؟ هل هو نموذج فكري؟ أم نموذج حاسوبي؟ أم نموذج مادي؟ لنعيد أن القانون ماذا يقول؟ أو نموذج ماذا يقول؟ نموذج دالتون الذري هو مجموعة من الأفكار وليس نموذجا ماديا إذن أي نموذج ستأخذون وتقولون ما هو نوع نموذج دالتون الذرية طلاب ممتاز رائعين إنه نموذج فكري لأنه يقول مجموعة من الأفكار وليس نموذجا ماديا رائعين نظرية دالتون الذرية وضع دالتون أول نظرية عن تركيب الذرة وقال المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة إذن هي جسيمات صغيرة جدا غاية في الصغر وغير قابلة للانقسام هذا رقم واحد إذن المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وأيضا غير قابلة للانقسام قال أيضا كل نوع من المادة يتكون من نوع واحد من الذرات كل نوع من المادة يتكون من نوع واحد من الذرات مثال قطعة الخشب هنا تتكون من نوع واحد فقط من الذرات أو مثلا قطعة حديد تتكون من نوع واحد من الذرات الحديد قطعة الذهب تتكون من نوع واحد من ذرات الذهب قارن بين الذهب والحديد انظر إلى اللون ما المقارن؟ ما الفرق بينهما؟ كيف سنقارن؟ لماذا لا يشبه الذهب الحديد؟ لماذا الذهب أغلى من الحديد؟ إذن ذرات الذهب يتكون منها خام الذهب خام الذهب ذرات الذهب يتكون منها خام الذهب ماذا تعطيه أي لون للذهب؟ ما هو اللون؟ إنه اللون أو المظهر اللامع المظهر الجميل اللامع إذن تعطيه المظهر اللامع إذن خام الذهب يتكون من ذرات الذهب نأتي إلى الحديد ذرات الحديد يتكون منها الحديد ويعطيه خصائص فريدة من ضمن خصائصه مثلا انجذابه للمغناطيس لونه الرصاصي أيضا قوي متين إذن هنا تعطيني ذرات الذهب فقط خام الذهب تعطيه مظهر لامع والحديد ذرات الحديد فقط وتعطيه أيضا خصائص مميزة نأتي الآن إلى العالم طومسون هذا هو العالم طومسون اسمه جوزيف جون طومسون وهو فيزيائي ولد في عام 1856 ميلادي في إنجلترا كان له العديد من الاكتشافات أهمها المتعلقة بأشعة الكاثود أو بين قوسين أشعة المهبط واكتشاف الإلكترون اكتشاف الإلكترون ماذا قام به العالم طومسون؟ قام بتجربة سماها تجربة أشعة المهبط واكتشاف من خلالها جسيمات لاحظوا هنا جسيمات موجبة وجسيمات سالبة إذن قام بإجراء تجربة أسماها تجربة المهبط واكتشف من خلالها شحنة موجبة وشحنة سالبة ماذا أثبتها طومسون؟ أثبت وجود جسيمات مشحونة بشحنة سالبة في الذرة أثبت وجود شحنات مشحونة جسيمات مشحونة بشحنة سالبة في الذرة أطلق عليها اسم الإلكترون أطلق عليها اسم الإلكترون إذن عرف الإلكترون لنرى الآن أثبت وجود جسيمات مشحونة بشحنة سالبة في الذرة إذن عرف الإلكترون إذن هو أحسنتم جسيمات مشحونة بشحنة سالبة في الذرة إذن الإلكترون هو جسيم مشحون بشحنة سالبة موجود في الذرة إذن عرف الإلكترون هو جسيم مشحون بشحنة سالبة في الذرة توقع لماذا سميت هذه التجربة بأشعة المهبط لنرى هذا الأنبوب ما قام به في تجربة طمسون وقال أنه هنا عندي أشعة لونها أخضر تصدر من المهبط إلى المصعد المهبط له إشارة سالبة والمصعد له إشارة موجبة لذلك سموها بأشعة المهبط لأنها تصدر من الإشارة السالبة والإلكترون إشارته سالبة لذلك سميت بأشعة المهبط لأنها تصدر من المهبط إلى المصعد أو ما يسمى بالكثود إلى الأنود وبإذن الله ستأخذونها في المراحل القادمة بإذن الله بشكل موسع إذن ما هو نموذج طمسون؟ اكتشف الإلكترون وقال أنه جسيم يحمل شحنة سالبة موجودة في الذرة اقترح طمسون أن الذرة تتكون من كرة متجانسة وموجبة الشحنة فالكرة عنده هنا متجانسة وموجبة الشحنة وقال أن الإلكترونات السالبة موزعة فيها بانتظام موزعة فيها بانتظام إذن هي عبارة عن كرة مصمتة موجبة الشحنة وتكون موجودة فيها الإلكترونات السالبة موزعة بانتظام إذن ما هو نموذج طمسون؟ اقترح أن الذرة تتكون من كرة مصمتة كرة متجانسة موجبة الشحنة يتوزع فيها الإلكترونات السالبة بشكل منظم لنرى الآن حاول أن ترسم نموذج طمسون قلنا أنها كرة مصمتة إذن كرة مصمتة تكون إشارتها موجبة بشكل عام والسالب يكون موزع فيها بانتظام إذن لنعيد الذرة عبارة عن كرة مشحونة بكهرباء موجبة موزعة بانتظام ومشحونة بالإلكترونات والإلكترونات شحنتها سالبة إذن هذا نموذج طمسون عبارة عن كرة موجبة الشحنة وموزعة فيها الإلكترونات بشكل منظم تقويم اختر بنعم أو لا الإلكترونات سالبة الشحنة توجد في الذرة توجد في الذرة هل أنت موافق أم غير موافق أحسنتم نعم نعم الإلكترونات سالبة الشحنة وموجودة في الذرة رائع لننتقل الآن إلى العالم الآخر وهو راذرفورد هذا هو العالم راذرفورد من هو ما اسمه؟ اسمه أرنست راذرفورد ولد في عام 1871 وهو عالم أيضا فيزيائي بريطاني اكتشف العناصر المشعة وأيضا اكتشف النواه والبروتونات إذن اكتشافه للنواه والبروتونات قبل قليل طومسون ماذا اكتشف؟ يا طلابي اكتشف أحسنتم الإلكترون وهنا راذرفورد اكتشف النواه والبروتونات قام بعمل تجربته الرائعة والمشهورة واستنتج من خلال التجربة أن معظم حجم الذرة فراغ أن معظم حجم الذرة فراغ وأيضا أنها تتكون من نواه أنها تتكون من نواه إذن قال أن معظم حجم الذرة فراغ وأنها تتكون من نواه بل مقصود بالنواه ما هي النواه؟ ما هي النواه؟ إذن هي كتلة صغيرة جدا توجد في مركز الذرة كتلة صغيرة جدا توجد في مركز الذرة مثل حبة الخوخ يوجد داخلها اللب الداخلي إذن هذه اللب مثل النواب الضب إذن هي كتلة صغيرة جدا توجد في مركز الذرة وتحوي بداخلها جسيمات موجبة الشحنة جسيمات في داخلها موجبة الشحنة حسناً إذن هي كتلة صغيرة جداً الكتلة هذه هي كتلة الذرة إذن هي كتلة صغيرة جداً توجد في مركز الذرة في مركز الذرة وتحوي بداخلها جسيمات موجبة الشحنة ماذا تسمى الجسيمات الموجبة الشحنة؟ أطلق عليها اسم البروتون إذن عرف البروتون ما هو البروتون؟ عرف البروتون قلنا جسيمات موجبة أطلق عليها اسم البروتون إذن تعرف البروتون هي جسيمات أحسنتم موجبة الشحنة موجودة أين في ممتاز في النواة إذن هي جسيمات موجبة الشحنة توجد داخل النواة الإلكترون قبل قليل أين يوجد؟ في الذرة ممتاز والبروتون يوجد داخل النواة استنتج أيضا الإلكترون أين توجد الإلكترونات؟ قلنا قبل قليل توجد تنتشر في الفراغ المحيط بالنواة إذن الذرة هناك فراغ في هذا الفراغ الإلكترونات في الوسط هناك النواة في داخل النواة توجد البروتونات إذن عرف الإلكترونات أعرف الإلكترونات قلنا هي جسيمات سالبة الشحنة توجد الآن حول النواة حول النواة لنحاول رسم نموذج ردرفورد هذا هو نموذج ردرفورد ذرة هناك فراغ النواة في الوسط والإلكترونات حول النواة إذن ذرة دائرية في الوسط نواة في داخل النواة البروتونات الموجبة موجبة الشحنة وحول النواة توجد الإلكترونات سالبة الشحنة الآن ارسم نموذج ردرفورد وبين البروتونات والإلكترونات بداخله بين الإلكترونات والبروتونات بداخله أيضا ذرة دائرية الشكل النواة في الوسط لاحظ الشحنات الموجبة في وسط النواة في داخل النواة موجبة الشحنة تسمى البروتونات حسنتم وحول النواة توجد الإلكترونات سالبة الشحنة رائعين إذن لنرى ونكتب استنتاجنا النهائي قلنا أن النواة تتكون من بروتونات ونيترونات وأيضا هنا مسارات الإلكترونات مسارات مطاقة مختلفة فاستنتج رادرفورد لاستنتاج النهائي أن معظم حجم الذرة فراغ معظم حجم الذرة فراغ وأن الإلكترونات تتحرك فيه خلال مسارات عشوائية حول النواة اعتقد أن حجم نواة الذرة يجب أن يكون صغيرا جدا وشحنتها أيضا موجبة الشحنة الموجبة هي شحنة البروتونات اختر الإجابة الصحيحة جسيم موجبة الشحنة يوجد داخل النواة هل هو البروتون؟ النيترون؟ أم الإلكترون؟ أحسنتم أنه البروتون إذن هو جسيم من موجبة الشحنة داخل النواة هو البروتون العالم الآخر أيضا لدينا العالم شادويك وهذا هو شادويك اسمه جيمس شادويك ولد في عام 1891 ميلادي كرس حياته لدراسة الفيزياء اشتهر باكتشافه للنيترونات النيترونات إذن الآن يكتمل لدينا تركيب الذرة من خلال ثلاثة علماء طومسون اكتشف الالكترونات راذرفورد البروتونات والبروتونات ولدينا هنا شادويك اكتشف النيترونات إذن قام بتجارب علمية كان من نتائجها اكتشاف جسيم داخل النواة متعادل الشحنة أي غير مشحون غير مشحون يعني لا شحنة موجبة ولا شحنة سالبة متعادل الشحنة إذن اكتشافه كان لجسيم داخل النواة داخل النواة أي أنه مع البروتون أحسنتم متعادل الشحنة ما المقصود بمتعادل الشحنة أي أنه غير مشحون ماذا أطلق عليه؟ أطلق عليه اسم النيترون إذن عرف النيترون قلنا جسيم داخل النواة متعادل الشحنة إذن لنستنتج تعريف النيترون ونقول هو جسيم وأحسنتم متعادل الشحنة غير مشحون أين يوجد في النواة؟ إذن أين يوجد الإلكترون يا طلابي؟ في النواة أو خارج النواة؟ ممتاز خارج النواة البروتون في داخل النواة والنيترون في داخل النواة ارسم نموذج شادويك وبين البروتونات والإلكترونات والنيترونات بداخله الآن اكتمل لدينا رسم الذرة ونقول أن النواة هنا لدينا في مركز الذرة يوجد بداخلها انظر الألوان اللون الأزرق شحنته موجبة فهو البروتون اللون الأحمر هو النيترون وتلاحظ لا يوجد عليه شحنة ما يحيط بالنواة هو عبارة عن الإلكترونات ذات اللون الأخضر وتلاحظ شحنتها سالبة إذن هذا هو نموذج الذرة الصحيح يوجد في داخل النواة بروتونات ونيترونات وخارج النواة يوجد الإلكترونات سالبة الشحنة اختر الإجابة الصحيحة جسيم داخل النواة متعادل الشحنة هل هو الإلكترون أم النيترون أم البروتون متعادل الشحنة متعادل أحسنتم إنه النيترون رائعين اختار الإجابة الصحيحة في التقويم الختامي العالم الذي قام بتجربة أشعة المهبط هل هو رادرفورد أم شادويك أم طومسون قام بتجربة أشعة المهبط إنه العالم رائعين العالم طومسون ممتاز إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا أن المادة رائع تتكون من ذرات صغيرة ماذا تسمى هذه الذرات الصغيرة؟ تسمى الذرات الإلكترون قلنا تعرفه هو جسيم سالب الشحنة يدور أين يا طلابي؟ حول النواة رائع البروتون وهو جسيم موجبة الشحنة جسيم موجبة الشحنة موجود أين يا طلابي؟ في داخل ممتاز النواة النيترون هو جسيم ما شحنته؟ إنه متعادل رائع وموجود أيضا داخل النواة لديك نشاط منزلي ستقوم بالمقارنة بين نموذج طومسون ونموذج رادرفورد هذا السؤال الأول السؤال الثاني ستقارن أيضا بين البروتون والنيترون إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا هذا اليوم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر